هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومائتين وأربعة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وأربعة وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وأربعين ألف شخص